محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينكم تراهم ركعا سجده يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود كلهم أهل فضل وكلهم أهل كرم وكلهم أهل جود وكلهم أهل تقوى يكفي أن الله تعالى أثنى عليهم في كتابه كما قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصاف والذين اتبعون بإحسان اللهم اجعلنا منهم رضي الله عنهم ورضوا عنهم وعد لهم جنات تجد تحت الأرض الصحابة رضي الله عليه الصلاة والسلام يقول في شأنهم النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء أمتو وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون الصحابة دول جيل فريد قد إيه دول فريد ببدو ورب الكعبة جيل لا يتكرر ولم يتكرر لكننا نحاول نقرب نحاول نحن نقرب الصورة عشان نقرب منهم ونعرف ما بعمله ونعمل زيهم جيل حاجات جدا لما تلاقي واحد مثلا واقف ونقرب بس ما بياده ونقرب بس ما بياده اللهم ميني أقسم عليه إذا واحد عبد يقسم على ربنا والله حصل حديث رؤى الحاكم بسنة ساعة سيدنا البراء ابن مالك أخو أنس ابن مالك ونقسم على ربنا في موقع التسطر أو التسطر ويقول اللهم ميني أقسم عليه كأنت منحنا أكتافل المشركين أو الكفرين تمام وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك فينصوا الله جند المسلمين وارزق البراء الشهادة في سبيلك حضر دوان الله تعالى عليهم ضربوا المثل الأعظم في محبة رسول الله عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم فكانوا من شدة حبهم لرسول الله إذا حدثوا لا يستطيعون أن ينظروا في وجهه بل كانوا يتكلمون وقد خفضوا يعني أبصارهم ونظروا في الأرض تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان من شدة حبهم لرسول الله لا يقومون له إذا دخل عليهم قل إزايا 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 قل لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يقوموا له الذي لا إله غيره أنا لا أستبعد على الإطلاق أن يحبها الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله حبا يفوق حبهم لأنفسهم مع أنهم جبلوا وطبعوا على حب النفس والله لا أستبعد ذلك والله لا أستبعد ذلك والله لا أستبعد أن يحب الصديق رسول الله حبا يفوق حبه لنفسه التي بين جنبين لا أقصد حب الاختيار بل أقصد حب الطب مع أن الإنسان جبل وطبع على حب نفسه لكن والله الذي لا إله غيره لقد أحب الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبا يفوق حبهم لأنفسهم مع أن الإنسان قد طبع وجبل على حب نفسه أكثر من حبه لأي شيء أو لأي أحد طبعا لو دخلت المبدأ ومن قرأ السيرة وتابع حلقات السيرة يعلم صدق ما أقول لم تعرف ما عرفت ولن تعرف البشرية نموذجا في الحب مثل ما عرفت البشرية من حب الصحابة لسيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نحن إذا طعننا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أردنا الطعن مباشرة في رسول الله وفي كتاب الله وفي دين الله فلا يطعن فيهم إلا زنديق ولا ينتقسهم إلا كافر أو منافق أو جاهل غارق في جهله يحتاج من يأخذ بيده إلى صدق الله المصطفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي فلو أن أحدكم تصدق بمثل أحد ذهبا ما ساوى مده ولا نصيفة